بعض الأصوات المغرضة التي تعودت على الاستياض في المياه العكرة تحاول بث أكذيب وافتراءات سعياً منها للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي مستغلة في ذلك الوضع الصحي الخاص الذي تعيشه بلادنا هذه الأطراف تسعى لتغليط الرأي العام والادعاء بأن هناك تعصفاً في إجراءات وقاية المستخدمين العسكريين من هذا الوباء ووضعهم في الحجر الصحي بعيداً عن عائلاتهم ما نتج عنه بالتالي تذمر وسط العسكريين أمام هذه الإدعاءات الباطلة فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد وبشكل قطعي أن مثل هذه الافتراءات لا أساس لها من الصحة وأن الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة هذا الوباء يتم تطبيقها بشكل يمكن من حماية مستخدمي قواتنا المسلحة وحماية عائلاتهم من الإصابة بهذا الفيروس الخطير كما تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن كل ما جاء في هذه التصريحات المغرضة لا تخدم إلا الجهات المعادية للجزائر وأن كل مستخدمي الجيش الوطني الشعبي المدركون لحجم المهام النبيلة الملقاة على عاتقهم وعون كل الوعي بجدوى هذه الإجراءات الوقائية الهادفة أساسا إلى حمايتهم من هذا الوباء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة